ما فيش تفكير، ما فيش إبداع، ما فيش تخيل، ما فيش تصور فالطفل، وجدت انه الطفل الغربي بيدخل المدرسة حصلت لغوية وعمره تلات سنين ستاشر ألف كلمة في حين انه الطفل العربي في جميع العالم العربي، في جميع الدول العربي محصور في اللغة العامية، لغة الأم في البيت والعامية للأسف الشديد، محدودة، محدودة جدا، 3000 كلمة فقط فاتخيل بقى ما تقدرش تستخدم وتقدرش تعيش إلا في حدود ضيقة جدا فلما عرفت المعلومة دي وأنا بدرس اللينجويستيكس اتخضيت على أولادنا، خفت عليهم بعدين قريت كتاب وقت صورة الخميني، اتطلع كتاب مشهور جدا اسمه ميليتنت إسلام ترجمته لأن كلمة ميليتنت صعبة ترجمتها وأنا أتخصصي ترجمة كان مشارة في أمم المتحدة سنوات كتير الحقيقة من أصعب الكلمات للترجمة، بس ممكن أقولها الإسلام الثوري مضبوط تسعة وسببين تسعة وسببين وإذا بهذا الكتاب اسمه ميليتنت إسلام لواحد اسمه جايسون 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 كتب قال أنه قبل أن الإنجليز والفرنسيين يستولوا على الدولة العثمانية عملوا دراسة إيه سبب قوة الإنسان، الفرد، المسلم اللي عنده قوة جبارة قدت إلى أن المسلمين غزوا العالم من المحيط الأطلسي إلى المتارف فيينا فوجدوا أنه الطفل المسلم أنه هو صغير من ثلاث سنين لست سنين بيروحوا بكتاب وبيحفظ القرآن وبعد ما بيحفظ القرآن سنة من ست سنين لسبعة بيدرس الألف بيت شعر بتاع الفيت بن مالك اللي فيها كل قواعد اللغة العربية للفصحة حتى الكابل التصوير قاعدت تقولي لي بعضها فطبعا عندك طفل عمره سبع سنين جبار القرآن فيه خمسين ألف كلمة فتخيل القدرة بتاعت الطفل بل بعض بيقول دعا تتحفظ القرآن الولد هو صغير ليه تعقدهم ليه ما هو أسلو، أنا أقوله حاجتك بكل إخلاص يتعليموا القرآن وما فيش داعي يجينا واحد يفسرها تفسير سيء أنا مش عايز أعلق على أي تفسيرات صح غلط أو مش غلط إنما أنا بتكلم ذاتي من ناحية اللغوية وإزاي كان زمان فالدوم الإنجليز والفرنسيين قالوا الكتاب هو سبب فرنسا قالت مفيش كتاب نهائيا لغته في أفريقيا وفي المدارس تحت سيطرتها لبنان وسوريا وإن كان سوريا فضل فيها بعض الشيء وجات الإنجليز قالوا لا المصريين هم اللي اخترعوا الدين من سنة 3500 قبل الميلاد لو قلنا لهم مفيش كتاب ومفيش قرآن حيهدوا الدنيا فخلينا نموت القرآن بالسوء السما إزاي؟ عملوا مدارس أجنبية لأولاد الأغنياء بس ما يدرسوا مش نفس المالها بطاع انجلترا لازم يكون أضعف عشان لغة الأسياد يتعلموا بس الأسياد أما البلدان العربية اللي تحت سيطرتهم والإندوليسية وأغلب الباكستان والهند وما يلي كلهم درسوا إنجليزي أضعف من مستوى إنجلترا وبعد كده عملوا مدارس الحديثة وبدأوا يدرسوا الطفل يدخل ست سنين وإيه الكلام ده حرام عليكوا الطفل يشبوه يلعب شبوه يتنطط ست ثلاث سنين إيه لتعلموه القرآن وتقعدوه محبوس يدرس لغة فكت النتيجة إنه الطفل راحت منه أهم فترة في حياته اللي هو بتعلم فيها لغة اللي هي فترة من كم لكم؟ اللي هي من أول ما يتولد اللي سبع الاثناشر سنة ممكن انت مبطهر الاثناشر فكت النتيجة إنه الطفل بيخلش المدرسة أم تقول له ارمي الورقة في الزبالة أما يروح المدرسة يقول ايه؟ ضع الورقة في سلة المهملات ففين دي ورقة ما بينطقهاش ضع ما بتستخدمش وفي سلة القمامة فبس لا الطفل بيخلش المدرسة وإذا باللغة العربية هي لغة أجنبية بالنسبانه ونجحوا الإنجليز في بياع الفترة اللي الطفل فيها بيتعلم اللغة الفصحى اللي كان ممكن يتكلمها بطلقة زي أنا وأنت بنتكلم العميين ضعت عليه فالطول عمره بيقدرش يتكلم اللغة الفصحى ضعت منه يتكلمها بطلقة كانت نتيجة كمان ضع منه أهم حاجة في الموضوع الخمسين ألف كلمة حتى شكرا